السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الأول الثانوي العلمي والصناعي أهلا وسهلا بكم عنوان درسنا لهذا اليوم الجملة المفتوحة الأهداف يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من الدرس التعرف إلى الجملة المفتوحة مجموعة التعويض مجموعة الحل نين إيجاد قيمة الصواب للجملة المفتوحة تلات إيجاد مجموعة الحل للجملة المفتوحة أربعة التعرف إلى الجمل المفتوحة المتكافئة في معرض حديثنا عن العبارات رأينا أن بعض الجمل ليست عبارات رياضية لأننا لا نستطيع الحكم على صحتها مثل جمل الاستفهام والتعجب وغيرها ومن الجمل التي تم نقاشها في الدرس الأول درس العبارة الرياضية الجمل التي تحوي متغيرات مثل تنانسي ناقص 6 تساوي 8 لنعرض ذلك المثال أي الجمل التالية عبارة ولماذا حيث سين عدد حقيقي الجملة الأولى سين زائد 3 تساوي 5 اتفقنا أنها ليست عبارة لأن هناك مثال جعلها صائبة ومثال جعلها خاطئة أما الجملة الثانية فلم نجد أي مثال يجعلها صائبة لكن كانت خاطئة دائما فهي عبارة الجملة الثالثة سين تربيع أكبر من صفر وجدنا أمثلة تجعلها صائبة وأمثلة تجعلها خاطئة فهي ليست عبارة أما الجملة الرابعة سين تربيع أكبر أو تساوي صفر وجدنا جميع الأمثلة تجعلها صائبة ولم نجد مثال يجعلها خاطئة فهي عبارة سين تربيع أقل من صفر لم نجد أي مثال يجعلها صائبة لكن جميع الأمثلة تجعلها خاطئة فهي عبارة لنعود إلى الجملة الأولى سين زائد 3 تساوي 5 تذكر عزيزي عندما عوضنا مكان المتغير سين بالعدد 2 تحولت تلك الجملة إلى عبارة صائبة 2 زائد 3 تساوي 5 لكن عندما عوضنا مكان العدد سين بالعدد 3 أصبحت عبارة خاطئة إذن هذه الجملة أصبح بإمكان تحويلها إلى عبارة صائبة أو عبارة خاطئة بحسب قيمة سين التي يتم اختيارها كذلك سين تربيع أكبر من صفر عندما عوضنا العدد سالب 1 تربيع أكبر من صفر جعلها عبارة صائبة سين تربيع أكبر من صفر عندما عوضنا العدد سالب 1 جعلها عبارة صائبة أما العدد صفر صفر تربيع أكبر من صفر جعلها عبارة خاطئة فهتان الجملتان سين زائد 3 تساوي 5 سين تربيع أكبر من صفر أصبح المجال مفتوح أمامنا أن نجعلها إما عبارة صائبة أو عبارة خاطئة مثل هذه الجمل سنسميها الجملة المفتوحة قبل أن ننتقل إلى تعريف الجملة المفتوحة سنركز على هذه الجملة سين عدد حقيقي السؤال ألزمني بقيم سين التي يمكن أن أخذ منها قيم وأعوض مكان المتغير سين فهذه المجموعة التي ألزمني فيها السؤال وأستطيع أخذ قيم منها تسمى مجموعة التعويض أما القيم التي تم تعويضها مثل عدد 2 وجعلت هذه الجملة عبارة صائبة يسمى حل هذه الجملة ومجموعة العدد 2 هي مجموعة الحل أيضا هنا سين تربيع أكبر من صفر عندما عوضنا السالب 1 حول هذه الجملة إلى عبارة صائبة فمثل هذه الأعداد التي جعلت هذه الجملة عبارة صائبة هي حل لهذه الجمل ومثل هذه القيم تسمى مجموعة الحل إذن لنعرف الجملة المفتوحة هي جملة تحوي متغيرا أو أكثر وتتحول إلى عبارة رياضية عند إعطاء قيم للمتغيرات مجموعة التعويض هي مجموعة قيم المتغير التي يسمح لنا تعويضها مكان ذلك المتغير في الجملة المفتوحة مجموعة الحل هي مجموعة قيم المتغير التي تجعل الجملة المفتوحة عبارة رياضية صحيحة وهي مجموعة جزئية من مجموعة التعويض ويرمز للجملة المفتوحة لامسين ميمسين قافسين إذا كانت بمتغير واحد أما كاف سين صاد وها سين صاد إذا كانت بمتغيرين مثل سين وصاد لنعرض المثال الأول إذا كانت الجملة المفتوحة قاف السين حيث تنين سين أكبر من خمسة مجموعة التعويض ها أجد قيم الصواب لكل من قاف التنين قاف التلات قاف جذر الخمسة نبدأ الحل نجد أولا قاف التنين نجد قاف التنين بتعويض التنين مكان المتغير سين فتصبح تنين ضرب تنين أكبر من خمسة هل هذه العبارة صائبة أم خاطئة؟ طبعا خاطئة تنين في تنين أربعة والأربعة ليست أكبر من الخمسة قاف التلات نعوض مكان المتغير سين بالعدد تلات تنين في تلات ستة ستة أكبر من خمسة فهي عبارة صائبة قاف جذر الخمسة يساوي تنين في جذر الخمسة هل تنين في جذر الخمسة أكبر من خمسة؟ الجواب لا فالعبارة خاطئة لنوضح ذلك تنين هي عبارة عن جذر الأربعة في جذر الخمسة جذر الأربعة في جذر الخمسة يساوي جذر العشرين والخمسة هي جذر الخمسة وعشرين هل جذر العشرين أكبر من جذر الخمسة؟ لا جذر العشرين أقل من جذر الخمسة وعشرين فالعبارة خاطئة النشاط الثاني أجد مجموعة حل الجملة المفتوحة لام السين حيث سين تربيع تساوي أربعة مجموعة الطعوي التساوي طبعا مجموعة التعويض يحددها السؤال لنبدأ الحل أولا نبدأ سين تربيع تساوي أربع لإيجاد حل هذه المعادلة نأخذ الجذر التربيعي للطرفين جذر سين تربيع يساوي جذر الأربع هنا سنسأل هل جذر سين تربيع يساوي سين لنأخذ الأمثلة التالية جذر ثلاث تربيع يساوي ثلاث حسب التساؤل الذي سألناه جذر ثلاث تربيع هو ثلاث نعم لأن ثلاث تربيع تسعة جذر التسعة تلات إذن الأولى نعم مثال آخر جذر التربيعي لسالب خمس تربيع هل يساوي سالب خمس جذر سالب خمس تربيع جذر الخمس عشرين وجذر الخمس عشرين خمس فهل الخمسة تساوي سالب خمسة؟ لا إذن لا نستطيع القول أن جذر سين تربيع تساوي سين وهذا خطأ شائع لدى الطلاب جذر مع سين تربيع يتم شطبها والجواب سين لاحظ أن الإجابة جذر سين تربيع إما نفسها أو سالبها فيمكن القول أن جذر سين تربيع تساوي القيمة المطلقة لسين وليست سين إذن نعود للحال جذر سين تربيع هي القيمة المطلقة لسين وجذر الأربعة تنين القيمة المطلقة لسين تساوي تنين فما هي قيم سين إما موجب أو سالب تنين إذن مجموعة الحل سالب تنين تنين إذا كانت مجموعة الطعويض طه غيرنا مجموعة الطعويض من صاد إلى طه فما هي مجموعة الحل؟ طبعا عندما كانت مجموعة الطعويض صاد أخذنا سالب 2 و2 لكن عندما أصبحت مجموعة الطعويض طه لن نستطيع أخذ العدد سالب 2 فستكون مجموعة الحل 2 فقط مثال 2 أجد مجموعة الحل للجملة المفتوحة ها سين صاد حيث سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي 1 وسين صاد تنتمي لصاد في صاد هذا يعني أن المتغير سين ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة والمتغير صاد ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة أيضا سين تربيع زائد صاد تربيع تساوي 1 تمثل معادلة دائرة مركزها صفر وصفر وطول نصف قطرها وحدة واحدة فإحداثيات هذه النقطة هي واحد وصفر هذه النقطة هي صفر واحد هذه النقطة سالب واحد وصفر وهنا صفر وسالب واحد وجميع هذه النقاط تقع على هذه الدائرة فهي تمثل حل لها إذن مجموعة الحل هذه النقاط الأربعة لكن إذا كان سين صاد ينتمي لطه في طه يعني سين عد الطبيعي وصاد عد الطبيعي فما هي مجموعة الحل الزوج الأول بإمكاني أخذه طبيعي وطبيعي والثاني أيضا لكن هل بإمكاني أخذ الزوج سالب واحد وصفر؟ لا لأن السالب واحد ليس طبيعي هو صحيح لكنه ليس طبيعي وكذلك الزوج الأخير صفر وسالب واحد صاد ليست عدد طبيعي فمجموعة الحل ستكون الزوجين واحد صفر وصفر واحد إذا كان سين صاد تنتمي لطه في صاد يعني سين عدد طبيعي وصاد عدد صحيح فما هي مجموعة الحل؟ سنأخذ الأزواج المرتبة التي تكون فيها سين طبيعي صاد صحيح فالزوج الأول مقبول طبيعي صحيح نأخذه طبيعي لا فهذا الزوج مرفوض طبيعي صحيح نعم فمجموعة الحل ستكون هذه المجموعة أما إذا كانت سين صاد تنتمي لحا في حا فما مجموعة الحل؟ يعني سين عدد حقيقي وصاد عدد حقيقي ستكون مجموعة الحل مجموعة لا نهائية من الأزواج المرتبة قلنا سابقا أن هذه المعادلة تمثل دائرة الوحدة الدائرة التي مركزها صفر وصفر وطول نصف قطرها وحدة واحدة فجميع هذه النقاط التي تقع على الدائرة هي عبارة عن حل لهذه الجملة المفتوحة فالعدد لا نهائي من الحلول نشاط ثلاث ليكن العبارة فا تسعة تساوي ثلاث تربيع الجملة المفتوحة لامسين سين أقل من خمسة الجملة المفتوحة ميمسين سين عدد أولي ولتكن مجموعة التعويض صاد أجد قيم الصواب للعبارات المركبة التالية فا ولام التنين إذا كان لام الخمسة فإن ميم الخمسة نفي لام التلات إذا وفقط إذا ميم العشرة لنجد أولا قيم الصواب للعبارات المذكورة والجملة المفتوحة تسعة تساوي ثلاث تربيع فا عبارة صائبة لام التنين لام التنين تنين أقل من خمسة عبارة صائبة لام الخمسة لام الخمسة خمسة أقل من خمسة طبعا خاطئة لام التلات لام التلات تلات أقل من خمسة فهي صائبة ميم الخمسة ميم الخمسة خمسة عدد أولي فهي صائبة وأخيرا ميم العشرة عشرة عدد أولي طبعا عبارة خاطئة قبل أن نجد قيم الصواب للعبارات المركبة ذات أدوات الرطوة إذا كان إذا وفقط إذا لنتذكر جداول الصواب فا ونون تذكر عزيز الطالب أنها صائبة في حالة واحدة فقط إذا كان كل العبارتين صائب وما دون ذلك خاطئ أو خاطئ فقط إذا كان كل العبارتين خاطئ وما دون ذلك صائب أما أداة الربط إذا كان فإن فهي خاطئ في حالة واحدة إذا كان المقدم صائب والتالي خاطئ إذا وفقط إذا صائب في حالتين إذا كان المقدم والتالي لهما نفس قيم الصواب صائب صائب أو خاطئ خاطئ لنعود إلى العبارة المركبة الأولى فا ولام التنين فا اتفقنا أنها عبارة صائبة لام تنين عبارة صائبة صائب وصائب العبارة صائبة لام الخمسة لام الخمسة وجدنا أن العبارة خاطئة فبإمكاني الإجابة أن العبارة المركبة مباشرة عبارة صائبة لأنه إذا كان المقدم خاطئ فلا داعي لمعرفة التالي سواء صائب أو خاطئ فالعبارة صائبة لكن للتأكيد لام الخمسة خاطئة ميم الخمسة صائبة فعلا العبارة صائبة نفي لام التلات إذا وفقت إذا ميم العشرة لام التلات صائبة فنفيها خاطئ ميم العشرة خاطئ إذا وفقت إذا إذا كان العبارتين لهما نفس قيم الصواب فالعبارة صائبة نفي لام التلات خاطئ ميم العشرة خاطئ إذا كانت أداة الربط أو خاطئ أو خاطئ فالعبارة خاطئة جد مجموعة هل الجمل المفتوحة التالية ولتكن مجموعة التعويض ح لنبدأ بالجملة المفتوحة الأولى قاف السين حيث ثلاثة سين زائد واحد تساوي سالب تنين هي معادلة خطية بمتغير واحد نتخلص من الواحد ناقص واحد ناقص واحد تصبح ثلاثة سين تساوي سالب تلات بالقسمة على ثلاث تصبح سين تساوي سالب واحد هذه الجملة المفتوحة الأولى الجملة المفتوحة الثانية سين تربيع زائد تنين سين تساوي سالب واحد هي معادلة تربيعية لنجعل كل الحدود في طرف والصفر في الطرف الآخر تصبح سين تربيع زائد تنين سين زائد واحد بالتحليل إلى العوامل ينتج سين زائد واحد في سين زائد واحد تساوي صفر فالقيمة سين تساوي سالب واحد ما هي مجموعة الحل للجملة المفتوحة الأولى هي مجموعة سالب واحد وما هي مجموعة حل للجملة المفتوحة الثانية هالسين هي مجموعة السالب واحد ماذا نسمي الجملتين المفتوحتين قاف السين وهالسين اللتان لهما نفس مجموعة الحل تسمى جملتان مفتوحتان متكافئتان فما هما الجملتان المفتوحتان المتكافئتان هما الجملتان اللواتي لهما نفس مجموعة الحل مثال 3 إذا كانت الجملة المفتوحة قاف السين حيث 2 سين تساوي 4 هالة سين حيث سين تربيع ناقص سين ناقص 6 تساوي 0 ومجموعة التعويض هي مجموعة الأعداد الطبيعية أوضح فيما إذا كانت قاف السين وهالة سين متكافئتين أم لا لنبين إذا كانت الجملة المفتوحة متكافئة أم لا سنجد مجموعة الحل للجملة المفتوحة الأولى وللجملة المفتوحة الثانية الجملة المفتوحة الأولى خطية 2 سين تساوي 4 بالقسمة على 2 فتكون مجموعة حلها العدد 2 فقط أما الجملة المفتوحة الثانية فهي عبارة تربعية نقوم بتحليلها إلى العوامل فيكون الحل إما سين تساوي 3 أو سين تساوي سالب تنين فما هي مجموعة الحل؟ تذكر عزيزي أن مجموعة الحل يجب أن تكون مجموعة جزئية من مجموعة التعويض هل 3 طبيعي؟ نعم هل سالب تنين طبيعي؟ لا فمجموعة الحل هي مجموعة الثلاث فقط هل الجملتان المفتوحة تاني متكافئتان؟ الجواب لا لأن مجموعة الحل هما اختلفت المثال الآخر هل الجملتان قاف السين حيث ظل تربع سين ناقص تنين ظل سين زائد واحد تساوي صفر؟ والجملة المفتوحة هالة سين حيث جيب سين ناقص جتا سين تساوي صفر متكافئتان أم لا؟ حيث سين تنتمي للفترة المغلقة من صفر لتينين باي ما عدا باي عتينين وتلاتي باي عتينين نتساءل لماذا تم إزالة هاتان الكيمتان من مجموعة التعويض لأن ظل التسعين وظل الميتين وسبعين كمية غير معرفة لذلك تم حذفهم من مجموعة التعويض لنبدأ بإيجاد مجموعة الحل للجملة المفتوحة الأولى الجملة المفتوحة الأولى هي معادلة مثلثية من الدرجة الثانية حللناها ظل سين ناقص واحد في ظل سين ناقص واحد فالناتج أن ظل سين يساوي واحد تذكر عزيزي الطالب كيف سنجد الحل؟ أولا الإسناد زاوية الإسناد إذا من الزاوية التي ظلها واحد؟ هي الزاوية 45 التي تقابل باي على أربعة بالتقدير الدائرة ثم نتساءل متى ظل سين موجب؟ تذكر إشارة النسب المثلثية الربع الأول كل النسب المثلثية موجب أما الثاني فقط الجيب الربع الثالث الظل والربع الرابع جتاسيا هي الموجب إذن الظل موجب إما في الربع الأول أو الربع الثالث في الربع الأول الزاوية هي نفسها زاوية الإسناد أما في الربع الثالث فستكون الزاوية كالتالي 180 مع الإسناد 45 فالزاوية هي 225 بالتقدير الدائري سيكون الحل 5 باي على أربعة في الربع التالي وباي على أربعة في الربع الأول لإيجاد مجموعة الحل للجملة المفتوحة الثانية حالة سين جيب سين ناقص جتاسين تساوي الصفر ننقل جتاسين للطرف التالي فيصبح جيب سين يساوي جتاسين لحل هذه المعادلة بإمكاني القسمة على جتاسين نقسم الطرفين على جتا طبعا يسمح لنا بالقسمة على أي مقدار ما عدا الصفر جتاسين عند الباي على 2 و3 باي على 2 قيمتها الصفر لكن هاتان القيمتان لا تنتميان إلى مجموعة التعويض فيجوز القسمة على جتا عند القسمة جيب على جتا فهي ظل وجتاسين على جتاسين واحد لاحظ أن نفس المعادلة ظل سين تساوي واحد فمجموعة الحل نفسها باي على أربعة وخمس باي على أربعة مجموعة التعويض هنا وهنا متساويتان إذن الجملتان المفتوحتان متكافئتان لنناقش المثال التالي لتكن الجملة المفتوحة قافي السين حيث أكبر عدد صحيح لتولتسين ناقص واحد تساوي صفر هالسين القيمة المطلقة لسين تساوي خمسة لامسين حيث تنين ناقصين أكبر أو تساوي سالب ثلاث أقل أو تساوي سالب تنين ثلاث جمل مفتوحة حيث سين تنتمي لها جد مجموعة حل قاف السين وهالسين أيضا قاف السين أو لا السين فماذا نعني بمجموعة حل قاف السين وهالسين يعني إيجاد قيم سين التي تجعل قاف صحيحة وها صحيحة في نفس الوقت قاف لها مجموعة حل هالها مجموعة حل فما مجموعة حل الجملتان معا هي عبارة عن تقاطع مجموعة حليهما معا لنجد مجموعة الحل لجميع الجمل المفتوحة نبدأ بالجملة المفتوحة الأولى أكبر عدد صحيح لتلسين ناقص واحد يساوي صفر لنتذكر أن أكبر عدد صحيح لسين عندما يساوي نون فإن قيم سين ستكون محصورة ما بين النون لكنها أقل من نون زائد واحد أكبر عدد صحيح لتلسين ناقص واحد تساوي الصفر فسيكون تلسين ناقص واحد أكبر أو يساوي صفر أقل من واحد بجمع واحد لجميع الأطراف تصبح تلسين أكبر أو تساوي واحد أقل من تنين بضربها بالعدد ثلاث تصبح سين أكبر أو تساوي ثلاث أقل من ستة فهذه هي عبارة عن مجموعة الحل لأن مجموعة التعويض هي الأعداد الحقيقية أما الجملة المفتوحة الثانية القيمة المطلقة لسين تساوي خمسة فإن قيم سين إما موجب أو سالب خمسة وهذه هي مجموعة الحل الجملة المفتوحة لامسين هي عبارة عن تنين ناقص سين أكبر أو تساوي سالب ثلاث أقل أو تساوي سالب ثلاث بطرح التنين من الثلاث أطراف تصبح سالب سين أكبر أو تساوي سالب خمسة أقل أو تساوي سالب أربعة تذكر عزيز الطالب هنا سنقسم على سالب سالب ماذا سيحدث للمتباينة عند القسمة أو الضرب بعدد سالب نعم ستقلب إشارة المتباينة سالب خمسة على سالب واحد خمسة أقل أو تساوي تصبح أكبر أو تساوي سالب سين على سين سين سالب أربعة على سالب واحد أربعة وأقل أو تساوي تصبح أكبر أو تساوي بترتيب هذه المتباينة سين أكبر أو تساوي أربعة أقل أو تساوي خمسة فمجموعة الحل الفترة المغلقة من أربعة إلى خمسة والآن سنجد مجموعة حل قاف السين وهال السين مجموعة حل قاف الفترة من ثلاثة إلى ستة تقاطع مجموعة خمسة وسالب خمسة فما هو تقاطع الفترة من ثلاثة إلى ستة مع المجموعة موجب أو سالب خمسة هو العدد خمسة فقط أما قاف السين أو لام السين قاف السين لنرسم مجموعة حل قاف السين قاف السين من 3 إلى 6 3, 4, 5, 6 3 طبعاً داخلة وال6 ليست ضمن الفترة أما لام السين فحلها من الفترة 4 إلى 5 أو يعني مجموعة حل قاف أو مجموعة حل لام فهو عبارة عن اتحاد مجموعة حليهما فما هو ناتج اتحاد الفترة من 3 إلى 6 والفترة المغلقة من 4 إلى 5 هو الفترة من 3 إلى 6 لكن عند الستة غير داخل طبعاً إذا كان هناك فترة هي عبارة عن مجموعة جزئية من فترة أخرى فإن الاتحاد يساوي الفترة الكبرى والتقاطع هو الفترة الصغرى المهمة التعليمية هي تمارين ومسائل 2-5 من الكتاب المقرر وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس دمتم بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر